من أعظم الأخطاء الواقع اليوم تأخير صلاة الفجر عن وقتها وهذه جريمة من كبائر الذنوب يجب على الآباء أن يوقذوا أولادهم ممن بلغوا سبع سنوات ذكوراً وإناثاً ليصلوا صلاة الفجر في وقتها ولا يجوز للآباء أن يؤخروا إلى أن يستيقذوا للمدارس الساعة سبع ولا ثمان ولا ست ونص قومهم يصلون الفجر في وقتها والولد يروح معك تربى على الصلاة في المسجد والثاني صلاة العشاء بعض النساء بالذات يجلس يسول في صلحين العشاء وصلح القهوة وكذا دروا لجت الساعة 12 قالت هاوه ما صليت طلع وقت الصلاة أحي خلاص الساعة 12 خرج وقت الصلاة في جميع أنحاء المملكة وغير المملكة ينظر نصف الليل هو نصف الليل اقسم الليل إلى النصف ويتبين لك نصف الليل وفي طريقة سهلة بس ما حنا ذاكرينها الآن فعلى كل حال الليل يحسب عشر ساعات خلاص خمس وخمس هذا نصف الليل خمس وخمس المنتصف بينهن هو نصف الليل فالواجب الحقيقة الاهتمام وكثير انتبهوا كثير من أهل الدنيا لا يصلون الفجر في وقتها يصلونها إذا استيقظوا للدوام وهذه جريمة بحق الدين وحق النفس وحق الإسلام وحق الشريعة وجناية على النفس لأنك تحرق نفسك بنار جهنم بترك الصلاة حتى يخرج وقتها قال تعالى مهددا هؤلاء الناس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها ترى ماه سنة ولا هي فضيلة هي فريضة فريضة ومن صلىها عمدا بعد خروج وقتها يخشى أن لا تقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بل يخشى عليه الكفر بعض العلماء يرون أن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا كافر فهذه جريمة خطيرة أين الآباء الذين يتركون أولادهم اليوم ما يستيقظون إلا الظهر فيصلون الظهر مع الفجر هذه جريمة بحق الآباء والأمهات والأولاد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها